السجون الحكومية في العراق بقيت لسنوات طويلة مسرحاً لانتهاكات حقوق الإنسان وانتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه وأحكام الإعدام والسجن المؤبد وأحكام السجن لمدة تزيد عن عشر سنوات وعلى الرغم من إعلان السلطات الحكومية إنهاء ملف التعذيب في السجون ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الإنسان داخل مراكز التحقيق غير أن الوقائع على الأرض تؤكد عكس ذلك مؤخراً تحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عن إنهاء التعذيب خلال التحقيقات بمراكز الاحتجاز لكنه أشار إلى وجود بعض الحالات التي لا ترتقي بحسب قوله إلى درجة الظاهرة رداً على ذلك نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشاد الصالحي إنهاء ملف التعذيب والانتهاكات داخل السجون الحكومية وأقر بوجود عمليات تعذيب في السجون تمارس ضد المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية مركز العراق لحقوق الإنسان من جهته أيضاً نفى الدعاءات وزير الداخلية التي ذكر فيها انتهاء ملف التعذيب مؤكداً أن الحقيقة خلاف ذلك حيث لا يزال يرصد حالات انتهاكات في السجون ويحصي معتقلين قتل تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد الحديث عن الانتهاكات في السجون الحكومية في العراق يسلط الضوء على قضية أكبر تتعلق بأحكام الإعدام الصادرة ضد المعتقلين بدوافع طائفية نتيجة اعترافات تزعت تحت التعذيب حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن القضاء في العراق أصدر أحكام إعدام ظالمة ضد آلاف المعتقلين مبينة أن أحكام الإعدام هذه لن تتوقف بسبب وجود إرادة سياسية من الأحزاب الحاكمة باستمرارها ما يعزز ذلك أن الأحزاب المرتبطة بالميليشيات لا تزال تعرقل إصدار قانون العفو العام حتى لا يشمل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم ميليشيات طائفية هي من تسيطر على الحكومة والبرلمان ترجمة نانسي قنقر